أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن الانتهاء من تسليم القافلة الأولى من المساعدات الإنسانية للأشقاء في فلسطين والتي انطلقت يوم الرابع عشر من أكتوبر الجاري وتعد تلك القافلة هي الأطخم حيث تضمنت مئة وثمانية قاطرات محملة بألف طن من المواد الغذائية واللحوم واربعين ألف بطنية وثمانين خيمة بجانب ما يزيد عن خمسين ألف قطعة ملابس وأكثر من سلاثمائة ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات